لا بد من الخروج من دوامة الخراب المستمرة منذ 16 عاماً هو إجماع عراقي على ضرورة البحث عن طرق النجاة من أزمات البلد بصعودها السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية سلك البعض تلك الطرق عن طريق المقاومة العسكرية والسياسية للاحتلالين الأمريكي والإيراني والبعض الآخر سلكها من خلال التظاهرات والاحتجاجات ضد المنظومة الحاكمة وفي كلا الحالتين وجدوا الرصاص والقمع يسد تلك الطرق اتفق العراقيون على تشخيص المرض وأجمعوا على ضرورة علاجه لكن إيجاد العلاج ظل بعيد المنال بسبب التمزق الطائفي وغياب الوحدة المجتمعية نتيجة سياسة فرق تسد التي مارسها الاحتلال وتمارسها الطبقة الحاكمة بمختلف طوائفها الظروف الراهنة وتجارب البحث عن حلول لأزمات العراق تلح على العراقيين للبحث عن مشروع وطني جامع يقتلع العملية السياسية القائمة من جذورها بعد أن فقدوا كل أمل بإصلاحها وتجلى فقدان الأمل بالمقاطعة الشعبية الكبيرة للانتخابات البرلمانية الأخيرة وتلك علامة على تجاوز الشعب العراقي الوقوع في فخ الدموقراطية الوهمية محاولة إيجاد مشاريع وطنية من داخل الساحة السياسية القائمة كان ضربا من الوهم والإيهام أسماء تحالفات وكتل وشعارات رددت كلها تهتف بالوطنية والنتيجة مزيد من التفكك والفساد والارتهان الخارجي والعبث بمقدرات البلاد فضلا عن فساد الجو السياسي الملوث لأي فكرة وطنية أمام هذا الواقع يبحث العراقيون عن خلاصهم ببناء وطني متطابق بالشكل والجوهر ونابع من مبدأ التعيش المشترك والأهم من ذلك تؤسسه أيد أمينة وحرة